زبان كانت كل علاقتي باليوجا هي هو الفيلم بتاع عائلة زيزي لما زيزي البنوتة صغيرة بتقول لي مامتها اليوجا يا ماما وبتتكلم عن جارتهم زي لاشعير اللي هي الماضل في الستينات اللي كانت رائعة الجمال وهي لفسها المايو وفي الجنينة بتاعت الفيلا عاملة زرع بصر راسها تحته رجليها الفوق وقعدة بتعمل يوجا يعني سنين عدت واشتغلت مع مهندسة كانت سفرت برا مع جوزها وفي يوم بتقول لي ان هي راحة المركز الثقافي الهندي عندها كلاس يوجا تيجي معايا وتالها لا صعب ما ينفعش خلاص علاقتي باليوجا مافيش علاقة سنين كمان عدت وهجرت كندا واستقريت فيها وقلت يعني ادي كده اليوجا فرصة تانية ورحت السوديو هنا جنبينا حضرت كلاس واحد فيه الى حد ما كنت حاسة بالملل ما عجبنيش قوي الوضع خصوصا ان فكرة التمرين والرياضة بالنسبة لي يعني حاجة يعني اقاعها سريع وحركاتها سريعة والكلام ده كله لغاية ما في الجم اصبت وكتفي وجعني بقيت مش عارفة اعمل اي نوع من انواع الرياضة حتى مجرد الجاري على التريد ميل كان بيوجع كتفي وقعد عمالة يعني بدور على ازاي ابقى اكتف وازاي برضو اتحرك ويبقى فيه يعني نوع من الاكسرسايز شوية في حياتي جيت تاني على موضوع اليوجا وقلت خليني اجيبت اتراي خصوصا لما اتكلمت مع صديقة من صديقاتي وهي كانت دكتورة وقالت لي بص يا حنان انا عمري ما عملت اليوجا ووجعت نفسي فقلت ايوة صح فعلا انا يعني لما عملت لما روحت الكلاس بتاعي اليوجا هرقت وتعبت وكت حاسة ان انا يعني عملت مجهود بس ما تواجعتش زي الاكسرسايز العادية فرجعت تاني اينكوربريت اليوجا خصوصا لما ابتديت عاملها في البيت وجربتها كزا مرة في البيت الظريف ان الواحد ما بيتدبش على الناس اللي ساكين تحت منه ممكن تتعامل في اي حتة في اي مكان في الصالون في قط النوم مش محتاجة مساحة كبيرة مش محتاجة اي ادوات ده اليوجا بتاعت المبتدئين مش محتاجة اي ادوات مجرد ان الواحد يلبس لبس مريح قطن ويدور على فيديو على اليوتيوب ويشتغل مع الترينر تحدي الاسبوع ده ان احنا لمدة سبعة ايام كل يوم نعمل عشر دقايق ربع ساعة يوجا ممكن نعملها في اي حتة في البيت من على سجادة حتى مش لازم اللي هي اليوجا مات وكل الحاجات دي مش محتاجة اي تجهيزات يعني حاجة في منتهى البساطة في فيديوهات هحطها تحت في الديسكريبشن باكس لبعض الفيديوهات عن اليوجا للمبتدئين لو مكسوفة من جوجك ومن اولادك خشي القوضة اقفليها على نفسك واعملي عشر دقايق الميزة في اليوجا نهية بتعمل استراتش للعضلات بتريح العضلات شوية شوية ممكن يعني لو قررت انك تعمليها بقى بعد الاسبوع ده ممكن تزودي الانتنسيتي بتاعت اليوجا بدل ما هي للمبتدئين يبقى للمستواه المتوسط وهكذا انا تجرفتي مع اليوجا حلوة جدا جدا وفرقت في حياتي اللذيذ ان انا ممكن اعملها الصبح الظهر العصر بالليل بعد ما الولاد يناموا في اي وقت وفي اي مكان ما حدشي حاسس بي اشوفكم التحدي الجاي